اشتركوا في القناة وخلاص الأمور حسمت منذ قليل كنا متابعين مع حضراتكم الأمور الخاصة بأحمد فتوح قبل ما هي أرحب بضيوفي لك خليني أرحب بيوم الأول بعد كده أقول لكم أنا متحدث الرسمي بإسم النادزة مالك يعني أتكلم عن تجديد الفتوحي إزاي كابتن أحمد تحدي دي ربنا خلي كابتنه الحمد لله ومسوط طبعا أنا معكم كابتن أسامة عايزي مني باركين الحمد لله لا تحديبي تعارف سعيد طبعا موجودي مع مرغاني محبوب الجمهير الزمال لكلها سعيد بوجودي معي منوارين الحقيقة قبل ما هيأخذ رأيكم في تجديد الفتوح خلييني بس إيه أقول لكم كنت قلت الاعتزار الخاص بفتوحه وكلمنا عليه وأرينا اعتزار الخاص بفتوح لنادزة مالك ومجلس إدارته وزميله وكل يعني المنظومة بتاعة نادزة مالك لكن خلييني أقول لكم المتحدث الرسمي لمجلس إدارة نادزة مالك هقول لكم يعني قال إن أحمد فتوح جدد خلاص لنادزة مالك لمدة ثلاث سنوات بشكل رسمي كلم أيضا الشكر لكل من ساهم في تجديد عقد اللاعب أحمد فتوح للقلعة البيضاء لمدة ثلاث مواسم أشكر كل من الزمالكاوي الكبير أستاذ جمال العدل والأستاذ عمر الجنيني والكابتن طرق السيد والعلامي أحمد جمال على مساهمتهم في تجديد عقد اللاعب مجلس الزمالك حريص على إنجاز جميع الملفات في السرية مطلقة وجددنا عقود 11 لاعب من قطاع الناشين ده من خلال المتحدث الرسمي وحديثه عن التجديد لفتوح كبات كبت أسامي رأيك في التجديد ده المعلان الرسمي خلاص يعني مبروك لينا مبروك ابننا كابتن النادي مبروك لجميع النادي الزمالك العظيمة ومبارك أكتر لمجلس لبيب يعني أنا ما عنديش مشكلة مع حد أنا عندي مشكلة لما ألاقي حاجة كويسة أبارك له وقفه ظهره وبمعاه ألاقي في حاجة مش كويسة لازم أنبهه لها ولازم أقول لأ سطوب هنا اللي حصل نهارده ده لأ برفع عليهم حاجة تحسب لهم بصراحة مبروك مبروك لنا كلنا بصراحة أحمد لا يعني أنا على العكس بقى يعني أنا شايف أن التجديد فتوح خلاص ترامى جدد من وضعه بقى أمر واقع بس أنا كنت أتمنى أن مجلس درها يكمل في قراره أنه فتوح خلاص بالنسبة لنا قوت كنت أتمنى ايه يعني وجهة نظرك وجهة نظري أنه إحنا الفترات اللي فاتت مثلا أن أحمد عليها عمل مشكلة وعدت وصام عبد المجيد برضو لما ساب الفرقة والموضوع عد فده قدى أن إحنا شفنا ثلاث لعيبة أنها بتخرج بالمعسكر وبتمشي في حين أن أنت عندك مطش تاني يوم منهم لعيب كابت الفرقة تكلمه قال له ارجع قال له لا مش هرجع غير لما لما خلص يعني إيه قعدتي مع صاحب فأنا كنت شايف لو عايز تيجي تحط سيستم كنت تيجي الثلاث لعيبة دول قوت خلاص مش معنا وعشان بعد كده أي لعيب تالي يفكر ألف مرة ويعرف أن أي حدا يعمل الحركة دي هتطلق عبده ممكن وجهة نظر موجودة طب هقول لكم فتوح دلوقتي قعد في بيت كتن حسين لبي واخد 25 مليون جنيه في شنط وأنا بقول له خلي بالك بقى اعمل تحركات لو لبيه ما تروحش من طريق واحد 20 وانا بحط منزل 80 إن شاء الله ده رزقه وربنا يكرمه بس يعني هو دلوقتي حصل على 25 مليون دلوقتي كاش وموجود في بيت كابتن حسين لبيب ومعرفش بقى واسامة يخلص ويجري يصلى الزبايله هلوس البيه هكلمه اتطمل عليه إن شاء الله ربنا يرزقه كده ويرزقك يا عسامة ويرزق أحمد طبعا بنفس طبعا وانت حنا صغارين ما كانش لما بها لك كده إنت يوم ما كنت بتاخد 200 جنيه كنت أنا كنت بتاخد 200 جنيه كنت بتاخد تجري 200 جنيه مش عامش لها فيه هتاها ببيع ايه هتاها ببيع ايه طبعا الأمور اختلفت تماما طيب فنيا إنت أحمد قال لي وجهت نظره إنت كان وجهت نظرك إيه برضه أسامة يعني هل المجلس إدارة يكمل في موقفه ولا عند وقت معين ولو الأمور مشت بالشكل الطبيعي اللي مشت به النهاردة إنه يتم تجيدي ونوافقه على التجديد الفاته مريغاني يتكلم اللي هو زمركاوي قوي يعني اللي هو إيه لأ اغلط لأ نازم لك أكبر منك نازم لك أنت اللي محتاجه هو مش محتاجلك معي وجهت نص تحترم أنا بتكلم في لغة الاحتراف إنه هو خد عقابه هو تعاقب تعاقب عقاب شديد إنه يبدأ عن الملعب وكان ممكن يبدأ عن المتخب وكان ممكن يروح النادي الأهلي كان ممكن يروح النادي الأهلي ونادي أهلي ما عندهش باكلفت دلوقتي وكان ممكن يبيعك هو اشتراك واشترا جمهورنادي الزمانك ومجلس الإدارة أقنعه بكده وإدي حاجة تحصل مجلس الإدارة خلي بال إنه يكنع واحد في ريه لعيب دولي لعيب دولي مكانه مفيش في مصر كتير أو معنا الصح مفيش أصلا لأ طب خلينا أتكلم معاك وكلم مع أحمد يعني هل موقف إن أنا أخرج وسيب مع أسكر قال لي خلينا أمشي اللعيب وسيبه خالص ولا هو موقف إن اللعيب مش عايز يجددلي أو كان بيتكلم في أمور مادية أكتر من اللزوم لأن ده بيحصى عفك في لعيب أتكلم نقل على وجهة نظر من مجلس الإدارة ولا الجمهور عمتا بشكل عام ما أبصي تصرف مجلس الإدارة في التجديد والقصة دي كلها يبيني القرار اللي اتاخد ضد الثلاث لعيب عشان كده كان عشان التجديد ورق الضغط ضغط إن أنت على اللعيب إنه هنه ويجدد ده أنا اللي قريته من الأحداث كده لكن لو المجلس الإدارة كان شايف اللي حصل ده حاجة كبيرة وما يفعش نهاية تعدي كان تفضل مكمل في القرار طب هو نجح كده أنا ما نجحش في إيه؟ في التجديد؟ لو هو عمل اللي هو عايزه ومش ده نجح؟ طالما هو ده كان هدف بالنسباله فأكيد ده نجح طالما أنا عاطي التارجيت ووصلت له فأنا نجحت هو بني يعني لازم يعني أنا لازم أعرف التارجيت بتاعهم كان هو ده ولا لأ؟ لو هو ده يبقى نجح رأيتك إنت أنا رأيت يعني موقف فتوح هل كان يتطلب فعلا بيعه وعرضه للبيع عشان هو خرج ورجع؟ ما كنتش عارضه للبيع كنت هسيبه لو هات أخر عقده مم ما بيشمش الملعب مم سنت صدامي قوي كده مش قصة صدامي يعني مفيش سياسة كده شوف مصلحة الناي دي يعني بقى يعني القصة دي حصلت في فعندها كتير وفي حتاة كتير خليبانك موقف نتزمات في تقوية الحالة كابتان وثامة مختلف مع عشان من هنا بقت خليبانك هي كانت موجودة في فترة فيش فلوس الناس كلها مضايقة مخنوقة فهتلاقي فيه العيبة بتتصرف تصرفات خصبا عنها انا معاك انت فهم قصدي صح يا سامر مبو الساميغة في حاجة هو ما مضاش بشروطه يعني هو احنا خد تكرار فيه بوقفه ونفس وانت كنت لعب كبير سمعتذرش لا هيحتاج فيه فيديو هنزل مش امتا هنزل دلوقتي نزل نزل لا اهتظار نزل اللي اعتذار حصل امتا بعد ما مضى انا فهم اصدق انا فهم اصدق انا فهم اصدق ممكن اكذا كان موجود بس الترتيبات نفسها نهي ترتباته مفروضة عارفت من قدرت النادي ان قدرت النادي انا عملت حاج ما غلط عن قدرت النادي بتاني sync انا مفروض هنزل طالما فتوح جدد في النادي وفضل في النادي فأنا مجبر غصبا عني عشان جواع عشان هو لا بيستشارت النادي زمالك مقدميش حل تاني طب كابتنك كيبيت؟ كابتن حنمي؟ حنمي تراهب؟ تعفروا بس سورك يا صغير اتفضل عشان انا كنت معدي من ملعب من اسبوعين كده ايه؟ كنت معدي من اتراك بتاع الملعب لقيت التلاتة بتمرون لوحدو كامام عمد الله وجمع من اسبوعين كده ما سلمتش عليه سلمت عليهم كلهم سلمت العبدالله وصبح سلمت عليه كنت اخد على الخاطر ياوي التصرحات اللي طلع بها مجلس الادارة اللي هو وقفه وعرضه لبيعه وكلام ده كله الكرة علمتنا علمتنا انا كام بالذات يعني ان في حاجات لازم اقولها وممكن مرفزهاش مش كرآن يعني انا 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 بصلي مش اعرف كرة او لاحب بعد كده فتحة لا اعرف فتحة او بعد كده اي جزء لا الكرة لا الكرة فيها وانا بدي تصريح دلوقتي بكرة بتغير وانا رايح دلوقتي هام دي ممكن خلاص هي الكرة كده اللي عمله اللي عمله فتحة مش حدث كبير بالنسبة لي مش حدث كبير انما اني هو حدث جوه سيستم الفريق كبير لا العقاب العقاب مش للبيع يعني العقاب ممكن يشو هتتلع من الفندو يتعمل بشكل مختلف خصومات مايلعبش واقف واقف مش عايز يجادد معي مكن عرض البيع ده كم خليسو تشوره ملعبوش كله انما انا دلوقتي انا انجحت في لعب مهم واعتذر ومن كبيرتني النادي واشتراني ما برضو كميكوح نادي تاني وده فريق وده اللي باللعب منتخب اللومبي وحسب باك ليفت افريقيا طب هسألك سؤال وترد علي فتوح هل رضخ ليه التجديد ده بالمبلغ او الشروط اللي انت بتقولها لها النادي زماني نتيجة ان الاندية التانية ما وفقتش على متطلباته المالية ولا الامور بالنسباله واخد قراره حاسم قرارنا بذلك من وجهة نظرك او اول انا او المنغنيه انتو اتنين اولاد نازم القوة المالية دعنا نتكلم بصراحة برامدز والنادي الاهلي اقوى من اي حد في افريقيا فالكل ما اتعرض اتعرض الاهلي عرض 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 مبلغ خيالي طبعا برامدز عرض عرض ان الولد بمجلس الادارة اقنعوه واشترانا واحنا اشتريناه اعتذر اعتذر اتقبل العقوبة اتقبل العقوبة كابتن النادي كابتن النادي حل الموضوع ده ممكن اتقرر تاني مستحيل السؤالة كابتن احمد طيب تجاوبني عليه اللي هو اللي انا كنت بقوله يعني الاندية الاخرى هل خلاص يعني ما 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 دوش فتوح اللي في تفكيره المقابل المادي اللي هو بيفكر فيه ان النادي الوحيد اللي اعلن هو هينسعب من الصفقة وازد يعني ده النادي لكن النادي الاهلي ما قالش ان هو دخل الصفقة عشان يطلع يقوله ان هو هيخرج منها على العلم ان فيه مفاوضات حصلت يعني اللي هو شعف خلفة توحبين او حاجة زي كده طلع وتكلم قال ان هم فيه ناس قعدت مع النادي الاهلي بس السؤال بقى اللي موجود هنا هل حد يعني المفروض النادي بيتفاوض مع العيد قبل عقده بيخلب الست شهور اه وكيله طلع طرف ان هو النادي الاهلي قعد معاى قبل المهلة دي هل هيحصل بقى عقوبة او لا معلش العقوبة بتيجي على ان انا مضيك رسمي لكن انا اتكلم مع لاعب فيه اشل التعريبان النادي اصلا عرضه للبيع يعني بشكل عالني ده وارد واللاعب بقى تفاوض بقى مع النادي بتاعه اي ان كان هو انا مش عايزك دلوقتي انا عايزك اخر السنة بس زي مثلا النادي زمالك دلوقتي لما فكر ان فيه مدرب عايز يجيبه اخر السنة فبتفاوض معاى دلوقتي عشان يحطه يعني خلاص يقام من نفسه لا انا بتكلم ان القصة دي بتحصل في مصر كتير مش عالنادي الاهلي بس بتكلم كل الانداء وفي اوروبا مبتحصلش مش زي هنا احنا عندنا هنا فيه فاوضة كبيرة في كل حاجة بتكلم على الكورة في فاوضة في المنظومة بتاعة الكورة في كل حاجة مش بس في التفاوضة او في الانتقال لأ في كل حاجة هلا حبك تعرف الدورة هي خلاص يمتا؟ قد بقيت لسه متغيرات احنا عملينا في متغيرات الكورة عندنا هنا شوية ممكن متغيرات بيع لعب او شراء لعب او يعني كده معروف هو بورصة كلنا دي بيجي رحاطة السعر بس ما لغاني مش بيكلم في متغيرات بيكلم في ثوابت لازم الدور اللي جاي اعرف هيبدأ امتى اصلا كونه خلاص امتى مش دلوقتي بيكلم في ثوابت مش متغيرات دي ثوابت لا احنا بنكلم بالنسبة لنا اه اه يعني فيها التغيرات لاننا يعني فيه امور مثلا ان فيه تأجيل ماتش يعني فيه مش عارف ايه بيحصل موقف حصل بس هنا الدنيا ماشي يا صاد احمد ايه ايه هتتزبت والله هتتزبت انا نفس ايه هتتزبت بس احنا بقالنا سنين تعرف ايامنا احنا كان برضو احمد انت برضو لعبت في فكرة ان نظام نصابه كان ماشي يعني ساعة حقيقة هو بس الفترة اللي فاتت ما بعد الفين وعشرة الامور تأتيت اطلقت في امور كتير يعني ان شوية كورونا شوية مش عارف ايه فطبعا الله يكون فعون كالحاجة عام الحسين هو بيحط الجدول والله انا مش شايف الله يكون فعونة اوي بص يا كابتن كل واحد زاد واحد بيسوي اثنين انا عارف اه في طولات افريقيا انا عارف الجدول بتاعهم وبيحدد لي من اول السنة معيد المتشوق زائد اللي عمل الكارسة دي كلها والدربكة دي كلها الدوري التى عشرين عشرين متاع الكورونا تماما وشوفنا مسلا الدورات التانية كملت ليه لانك اللي كان فاضل ماتشاط مش كبيرة انت كان عندك كان لسه الدور الاولادية كنت تاخدوا القرار انك ما تكملوش بايد عن اي بقى ضغوط من اندية او ضغوط من رعاة اللي كانوا عايزين يكملوا الدوري وخمستاشر فريق عايزين يلغوه في الاخر كلمة الثلاث اندية اللي مش عشان الرعاة يعني كان ممكن بعمليه التعويض للرعاة في السنة اللي بعدها ما فيش مشكلة امور تانية تمقابل انت تحافظ على انظامك والسيستم بتاعك طيب موساما فكرة كابتن حمد طولان وهارجع لفتوح تاني بين نجزة مالك والامور اللي قررها من خلال موقف فتوح هي اللازم تكسب بان انا مضيت لفتوح اعرضه للبيع مش فقط كده لان هو التفكير عندك التنحلمي مثلا ان المبلغ اللي هياخده فتوح هو ممكن يبوز غرفة الملابس بتاع اتنادي الزمالك فنيا هل ده ممكن يحصل؟ لا طبعا الموضوع ده محدش يتكلم فيه فقط اللبس اصلا زيزو كان جاي محدش عارفه مين اللي جابه وازاي ده يجي نادي الزمالك تعب واكتهد وشيء جامد اوي 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 لغاية مسل برقم واحد في مصر بياخد المبلغ اللي عايزه محدش يحترد عليه ده رزقه وربنا بعتهول بس رزقه بايه؟ بالتعب ومجهوده لما تيجي واحد تقول لبسه يقولك لا انا شمعنا فتوح وشمعنا فتوح وكام ده كله حضرتك لما العادة بتاعك ينتهي تبتلع في نادي كبير نادي الجماهية حصل فكرة مع ماما عشورة كابت على ايه؟ ان برضو ماميشي كان قالك شمعنا زيزو أترى بالناسي ولا إيه؟ امام ملكده؟ في تصريح على اصلا في اكتمام كدا? لا انا بقول لك اللي حصل ان اه انت عارف ان اه ان هذا حصل لا ما فيش تصريح الامام ملكده ان ه انت عارف وانا عارف لا امام لا امام ما قولتش كدا ماميشي دعوه بيعشي ازيزو ماوريل اصلين خلص امام احنا كصحاب tu انا وانت كصحاب عادي لكن في المقابل ما دي ما انت انت بتكسر الفريق وانا واحد من اعمادة الفريق فبيبقى فكرة ان انا ببص بنبص البعض اه لأ موجودة ما تقوليش ان انا مش موجودة عند اللعيب ما تقوليش الاندية القمة مفيش الكلام ده خالص يعني شمعنا شارت كده ما شارتش ليه ما قالش ان قدت اللبس لما اماما عشور راح الاهلي كابتل الحلم ما قالش ليه كده ان قدت اللبس هببص في نادي الاهلي شمعنا ادي الزمالك ما شفت التصريح ليه ما مش بعيد عنه في الفلوس على ايه يعني الفلوس نفسها مش بعيدة عن مثلا الشناوي لا بعيدة لا مش بعيدة يعني مين احسن مين احسن فريقيا بعد الوينش شو عامنعم الفريق بينه من اماما عشورة دي في المبلغ لا اماما عشور نادي النادي لا اماما عشور نا ما جيد الوقتي الفريق بينه من محمد عمنا ما ديه بتكلف حلو 15 مليون فريق صح اش معنى كابتن حلمي الزامركوي لما جاء فتوح جاد دلوقتي قال غرفة رايب ملابس هتخرب وممكن وي 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 ما قالش لما اماما راح لكتب اه تفضل هو ليه لما اماما راح بمبلغ خيالي برضو ما قالش ممكن تأثر على غرفة خلال ما لبس تعنادي الاهلي وممكن يوم عشور يحصل مشاكل في قط اللبس بسبب عقد امام ليه ما شوفناش نصريح نا ما كابتن حلمي ليه شوفناه لما فتوح جاد دلوقتي دلوقتي نشكر فتوح ونشكر الادارة ولا نقوله التلبس انا مش فهم بجد ولا يحصل ايه بص في اوقات معنا انت وكتب بص 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 لا خلينا بس ارجع بارته وما والراجل ده عنده وجهة نظر مشابه لكابتن حلمي في فكرة اننا لا انا اتخذ موقفي واكمله للاخ كابتن حلمي عنده نقطة تانية زي ما حصل مثلا مع عبدالله السعيد لو تكتكر فاكر موقف نادي الاهلي رجعوه ثم باعو عشان انتصارا ليه مبادئ معانا وشكل معانا نادي الاهلي بيفكر فيه عشان يحافظ على الفريق اللي هو فهم اللي هو الانتصاري اللي يبع عندي مضى ومشي فانا بجيبه عشان تسأل عليه هو اصلا سابك وباعك ومشي ازاي انت جيب وتينه تمضيه وانت عارف لو هو باعك عشان فكرة انك متسبش نادي انت تربيت فيه انا سبتك مش افكر ناسبتك فده ما ناسبتك ما هو رجع ليه نا انت اللي خدتو لتحدك كوله ماشي كسب سابحة فيه هو اللي خده ماشي قاتلينك عشان ايه؟ عشان يعملو جد العيد عايزوا عشان يجد العيد عايزوا كبراتك بسنجل كده لا مستشار تورك الشيخ هو اللي تدخل في الموضوع ايا كان الوضع ايا كان الوضع يعني مش النادي الاهلي هو اللي حل الموضوع ايا كان الوضع بس هي فكرة اتحلت بالشكل اللي النادي عايزه وفي الاخر اخد موقفه اللي هو يرضي جماهير ويرضي ادارة النادي بسيستم الفريق وسيستم النادي ده اللي حصل انا بتكلم ان كابتر حلمي عند وجهة نظر زي احمد مثلا ان انا كدارة اكمل في الموضوع لان ده نظام النادي والراجل جيه بس انا انا شيء طالما جددت له خلاص يعني خلاص العيب بقى بتاعي هسيبه بعد ما بقى بتاعي لا هكمل معاه طبعا لكن انا من الاول يا ما مضيهوش يا اما طالما مضيته هكمل معاه خلاص يعني انا التارجد بتاعي زي ما قولك انت وجهة نظرك مختلفة مختلفة ومش مختلفة يعني انا معاه في جزء ومش معاه في جزء انا شايف حتة العقود وقود اللبس والقصة دي كلها لو جينا بصينا في الفرق كلها هنلاقي المشكلة دي هنلاقي فيه جاب كبيرة او في الفرق الوحدة ما بين عقود اللعيبة بس الكلام اللي بيطلع كله بيبقى على النادي زماني وده ما يقصرش لما يبقى فيه جاب وان انا بشوف ان العيبة انا احسن مثلا انا في الملعب بشي الفريق انا في الملعب الجاب ده موجود في الاهلي موجود في بيرامدز موجود في سنويكا كلوباترا موجود في امدس مش بنفس المادة اللي موجودة ممكن من لعب هقول لها بك الحاجة زي ما كابتن قساما قال عبد المرعي مع عقده مش كبير بمقرارة بزميله اه محنا بنتكلم في قط لبس الزمالك بمقارب بزميله من سنتين خلي بالك ان اقولك موقف يعني وقساما عارف ما هو ابن النادي دايما عنده مشكلة ان هو جاي بيمضي عقد معين وعقد طويل الامد بمبلغ فلوس معينة فييجي واحد محترف عشان هيجي بياخد فلوس اكتر لا انا بكلم عن مصري امام على فكرة محترف لا بس مصري انت عارف الموقف ده مش سوى في الالغة في الزمالك طب موكي بقى نجيب حاجة تانية بقى انا محمد عب منعم اللي هو من احسن مضاعف افريقيا بعد الوينش دلوقتي جيب امام عشور وهو ابن النادي ينجدد من سنتين حياتك انا جيبت امام وده ابني ممكن امديل العقد بتاعه اللي انا عارف هو لا محمد عب منعم هيتم تجديد عقده وحتى لو هيمشي ما هيمشي برضه بمبلغ محترم لنادي تاني بس هيتم تجديد عقده لا ليه وتعديله هو حشان ابني النادي طب ما مديدش عقده ليه ما ده بقول لك ما مش ده حل هيحصل لا انت شرفك انت لا مش يحصل محمد عب مني ماشي ما يحترف ماشي ايه المشكلة اما قبل ما يمشي هيتم تمديد عقده شكل ممكن يكون كويس ليه ده حاجة ترجع لهم مفروقة انا بيقولك يعني انا قصد ما تقوليش لا مش هيحصل لان ادارة النادي لا انا بكلمك لان احنا قلنا الخبر ده قبل كده في البريمو ان محمد عبما بناء على مستوار فني هيتم تجديد عقده او تعديل عقده عشان بعد كده لو جاله عقد معنهم مش مشكلة النادي بس يكون بمبلغ محترم يعني طيب انت يعني مع الفكرة ان هو لو مدام خلاص جالي خلاص يكملي اه طالما خلاص انا جددت معاه خلاص فنيا طيب لا فنيا فتوح لا خلاف عليه هو رقم واحد في مصر يعني ده نقطة لا خلاف عليها ومش معنى ان انا بقول ان هو يمشي ان انا بقول ان هو لعيب وحش بالعكس فتوح رقم واحد في مصر رقم واحد في المنتخب بيلعب اساسي بطول الكسر اهم الاخيرة يعني فتوح كمكسر الدنيا صحيح لعب على اشرف حكيمي واحد من احسن الباكرايتس في العالم وفتوح عمل اصاده جيم يعني اكتر من هيل واكتر من ممتاز فقمتوا الفنية حاجة والكلام عن الموقف اللي حصل ده قصة تانية خلاص بس زي ما اقول لحضرتك انا كنت ملقش عايز ان ادي يجدد له بس طالما ان ادي يجدد له خلاص لا استفاد بيه بقى خلاص اللاعب بقى بتاعي وفي الاخر زي ما كنت اصلا بيقول ردخ لشروطي ابيقول ايه طالما خلاص الراجل يعني جالي اصلا هي وجهات نظر في الاخر يعني فيه وجهات نظر زي ما بتقول انت برضو قلت تتكلم وقسامة بيتكلم قلت الحلمي بيتكلم كل واحد كله اكيد شبه موقف امام عشور مع النادي الاهلي يعني جمهور نادي الاهلي مكانش عايز امام عشور وانس ان امام عشور جي النادي الاهلي الجمهور دلوقتي طالع بيه السماء رغم انهم مش عايزين طب انت شايف جمهورنات زي ما لك موقف الوقت لا اكمل انا اكمل القطة مالغني انت بتكنف فعلا شبه جمهور نادي الاهلي خلي بالك يعني الجمهور برضو مساحة كبيرة وصعبة تخترقه يعني في اسبوع قالك امام عشور مش عايزينه صراحة مش ناسينه الاسبوع اللي بعده بنحبك يا امام ليه بقى انا بقولك هو خلاص بقى العيب في نادي الاهلي مضطرين لا مش حاجات حماية على قصة ما خلاص هو لابس التشيرت بتاع النادي الاهلي فمضطرين هما يعني مجبرين ان هما يشجعوه مش بمزاجهم الادارة عملت حاجة عكس رغبتهم وعكس رغبت النادي في الاهلي هم طبعا يعني امام عشور الوحيد يعني اللي جيب الموقف ده وجميل ايه شجاعاته هو مخصوص اه الخطأ اللي عمله امام في حق النادي اهلي كبير ما كان شايفه هخش النادي اه امام كمتو الفنية بالنسبة لنا من احسن الباب في افراج كمس في مصر انما الخطأ ده مش هادف لحاجة امام انا اصلا النادي اهلي واخدار بعبو طلاث في الموسم يعني الخطأ كبير وان الجمهور جميل النادي الاهلي يستجيب للإدارة بالشكل ده ويغير مبادئه في اسبوع ديلي قد صعب يعني امام ارشوف مبادئه هو في الاخر زي ما قال احمد هو خلاص بقى واحد من ولاد النادي واحد من لعبين النادي الاهلي الكرة للجمهير الادارة ممكن غير كلامي النادي ممكن غير كلامه الجمهور لا طيب نطلع للفاصل وهرجع بعد الفاصل هكمل لكم كلام خاص بنادي زمالك وبكابتن معتم الجمال بقى يعني دي ادي موقف ابتده يتحل موقف فتوح لسه عندي موقف صبحي ايه اللي رأيكم ايه اللي مفروض يعني احنا ليه ناسين صبحي ليه ناسين مثلا الزناري ده برضو شيء مهم جدا نطلع للفاصل وكملين مع كابتن قسامة حسن كابتن احمد المرغان فياخوت فريق بيرامدز مواجهة صعبة امام زيرو مودرن فيوتشر في تمام الساعة الثالثة عصر الاثنين على ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة في اطار نصف نهاي السوبر المصري واللي بيقام في دولة الامارات بمشاركة اربع فرق بعد تطبيق النظام الجديد للبطولة بيامل فريق بيرامدز افتحي الفوز واستعادة سكة الانتصارات من جديد بعد السقوط في فخ الهزيمة امام سانداونز الجنوب افريقي في لقاء الجولة الرابعة من بطول الدوري ابطال افريقيا البرتغالي جامي باتشيكو المدير الفني لبيرامدز حرس على علاج الاخطاء الدفاعية اللي وقع فيها لعبي فريقه في اللقاءات الماضية لتفادي تكرارها امام مودرن فيوتشر بجانب استغلال انصاف الفرص اللي هتتاح ليهم امام مرمى محمود عبد الرحيم جنش لخطف بطاقة العبور للنهائي وانتظار الفائز من لقاء الاهلي وسيراميكا وبيسعى بيرامدز لكتابة التاريخ والتتويج باول بطولة في تاريخ النادي بعد الفشل في حصد اي لقب خلال السنوات الماضية على الرغم من خوض الفريق لثلاث نهائيات سابقة خسرها كلها امام الزمالك في نهاية كاس مصر 2019 وخسر بسلسية دون رد وامام نهضة بركان المغربي في نهاية الكنفدرالية موسم 2020 وخسر بهدف دون رد وامام الاهلي في نهاية كاس مصر موسم 2021 وخسر بهدفين لهدف وبيتسلح بيرامدز بعنصر الخبرة الممثلة في عبدالله السعيد قائد وسط الملعب ومحور اداء الفريق السماوي بجانب تقلق وتوهج السلاسي وليد الكارتي ومصطفى فتحي ورمضان صبحي للخروج من اللقاء ببطاقة الترشح للنهائي وفي الجانب الاخر بيأمل فريق مودرن فيوتشر في تحيال فوز والتأهل لخوض اول نهائي في تاريخ النادي مودرن فيوتشر هيدخل لقاء بيرامدز قادماً من تعادل مخيب للأمال امام اتحاد الجزائر الجزائري في بطولة الكنفدرالية وبيسعى الفريق للخروج من النتائج السلبية وتحيال فوز على بيرامدز لمواصلة رحلة البحث عن اول لقب في تاريخ النادي البرتغالي ريكاردو فرموسينيو المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر عقد مع جهازه المعاون اكتر من جلسة مع اللاعبين لشرح نقاط القوة والضعف لفريق بيرامدز وطالب من اللاعبين غلق المساحات امام وليد الكارتي وعبدالله السعيد وفرد رقابة صارمة على فيستون مايلي مهاجم بيرامدز نظراً لقدراته على التسجيل من انصاف الفرص وبيراهن الجهاز الفني لمودرن فيوتشر على خبرات محمود عبدالرحيم جنش وناصر ماهر وعمر كمال عبدالواحد مع تقلق احمد عاطف وغنان محمد للوصول لمرمى بيرامدز والتأهل لأول نهائي في تاريخ النادي هنكمل مع حضراتكم حلقتنا أسامة أحمد موقف الزناري وصبحي برضو موقف يعني مش هواخد الأهمية زي ما كان فتوح برضو واغض يعني هو مش هواخد الأهمية بالنسبة لي هكلم عن نفسها يعني فتوح أضاف للنادي الزماني كتير يعني حتى في الإعراض لما تلع أهراض واستوى بره بره وعمل شغل جامد جدا مش هكده رجع لي زي مصدى محمد كده لما تلع استوى ورجع لي نفس الكلام ضفل نادي الزماني وضفل المنتخب مصر واصبح من قائم الرئيسي ومن كبات النادي الزماني صبحي فادني فنين حاجات سوايارة بس ما فادنيش على المدى الطويل وكان ليه أخطاء كبيرة جدا كارسية وكنا بندعمه إذن نرى ما شفتهوش ولا عرف عنه حاجة ولا عرف إمكانياته ولا أدرك قيمه ودي حاجة فيه هو مش فيه أنا لأنه لو جامد أو هو كان قد المسئولية أو عايز طور من نفسه أو عايز يلعب زي الوينش كده لما جيه واكتهد وتيعب عشان يلعب ولعب مش شايفه ومش حاسه فدي هي فيه هو جواه هو المشكلة مش فينا احنا مشكلة في اللعب هو أنا ما شفتهوش هو مش مديني حقه أنا عايز يلعب مش مديني حقه أنا هو في نادي الزماني نادي الزمانيك ميندمش لو اللعب ده مش وتقلق في نادي ثاني بس الحتة دي بقى مش بتحتي الحتة دي ممكن تضرب وممكن لأ يعني مثلا سيف جعفر وأسمى لبيه مش كده عفو الزمانيك كم يجيوا جوان وراحوا برمز فيه صورة قد كانت تنزل ليهم طب فيه كلمة بيكيت معليهم مفيش ما انت كنت في الزمانيك يا ابن النجم في الزمانيك اللي مشاك هو ده انت وحظك بقى انت وتفكيرك وانت عايز ايه هنا بقى بقدر اتكلم فيه أنا ما شفتهوش مقدرش اقيمه وهم مش مديني ان اشوفهم خالص طب وزناري ما بكلم على زناري انت بتكلم الزناري كلمة صبحي لو كلمة على اخطاء الكاريسية كنا بندعمه صبحي نفس الكلام فيه استهتار شديد او مش شاري نادي الزمالك او مش مركز مع نادي الزمالك او مش فاري مع نادي الزمالك في اللي كان بيحصل لان صبحي مفروض وكان منتخب مصر اللي حصل معنا ولا في كاس الأمم الأخير طيب احمد برضو ناقف خاص بتاع الصبحي والزناري وخصوصا كمان الصبحي خلاص يعني ده برضو في يناير بالنسباله هو بس علشان القيمة الفنية اللي بيقدمها فاتوح لان الزمالك أكبر من صبحي وزناري فاتوح بلعب منتخب مصر واحد من كبتن الفرقة أساسا ابن النادي كمان مش جايب ولا كمان عشان عواد موجود بيسد ناحة تانية برضو ناقف زمالك ناحة الشمال حتى وجود عبدالشافي برضو ده آخر سنة على عبدالشافي ممكن بص ممكن موقف صبحي وفاتوح شبه بعض لان في الآخر انت معندكش غير عواد البقين كلهم لعيبة صغيرة في السن معندكش جون خبرة طب ممكن تشتري طب ممكن تشتري مكان فاتوح فيه سراميكا محمد شوكري ده لعيب كويس وفيه كلام طلع ان هو زمالك كان بيفكر فيه صحيح انا قلتهم برا بس هي الفكرة ان القيمة الفنية اللي بيقدمها فاتوح مع نادي زمالك اكبر من اللي بيقدمه صبحي واكبر من اللي بيقدمه زناي صبحي كمان لما لعب مقدمش الجمهور نادي زمالك كان نستنيه مع رجوعه تاني كان نادي زمالك وبالاخص في موات شندي الاهلي يعني عمل يعني خسرنا مثلا مش فاكر اربعة ولا خمسة منهم تلات او اربعة تجوان غلطة منهم قيس على كده ما تشقط بعد كده كتير خسرنا نقط كتير بسبب غلطات ليه موارد بقى يكون في القوف دي بتاع يعني مش مركز فيه المهم ان الشكل العام بتاعه معنات زمالك مكانش احسن حاجة نفس القصة بالنسبة للزناري يمكن الزناري كمان بالنسبة لي هو دماغه متصلاة عليه لما ابتدى يفوق ويلعب ويقدم اداء كويس رح عمل الغلطة دي فنسى في اخر كم ماتش عملهم كويس مع نادي زمالك لان مكانش لسه عمل رصيب ومعندوش ظهر مع الجمهور ومعندوش الاستمرار رجل طيب نادي زمالك كماتل كابتان معتمد والحديث دائما عن بعد اي ماتش فيه اخفاقه اي ماتش مش حل مدير فني اجنابي رأيكم في النقطة دي كمان هل فكرة فتوحنا انا بخلص بقى من فتوح بخلص من قيد افكر بقى في المدارب بعد كده ولا رأيكم ان كابتان معتمد يعني برضو بيت ظلم في نقطة ان انا انت موجود مش موجود انت موجود مش موجود بس فيه مدربين في نادي الزمالك فعلا مخلصين وفيه رموز مخلصين وفيه مدربين بيحبوش غير نفسهم وفيه رموز بيحبوش غير نفسهم بيحبوش غير النادي كابتان معتمد جمال من نوعية اللي كل المصريين مش موجود زيانا جواس كل انا بنحبه ومسك فترة صعبة جدا جدا وحقق نجاح انا بالنسبة لي 100% النجاح اللي حقق دلوقتي ورجع لعيبة ما كانتش بتلعب يرجع ويلعبه في عهده انما هو نفسه عايز يكمل اقولك لا الفترة دي فترة مدير فني اجنابي لازم مدير فني اجنابي والصبر اللي صبره لنا الزمالك على مجلس الادارة واحنا صبرينه عشخاطر مدير فني اجنابي مع فاك القيد نجحو في ملف فتوح برافو عليهم نشكرهم ان الملفات الجاه هي الاصعب انها فك القيد الاصعب 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 ان فك القيد الاصعب في مدير الفني اننا يعني متوسم فيه خير ان نحفظ طريق لعبه ونحفظ سلوب لعبه وندعم اللعيبة دي فترة صعبة مسهلة يجيب عنده وقت يختار يقولي المراكز حتى يختاري حتى المراكز انا قلت خبر مبارح ان الزمالك اتفق مع مدير فني يعني سيفي محترم هو مش اوروبي بس عنده سيفي محترم اشتغل في القارة اشتغل في قارة افريقيا دي مهم دي تفاصيل بقى مش حب اقولها لكن انه هو سيفي محترم وانه هو خلاص هتعاقد معنات الزمالك في الايام القادمة على بداية الموسم يعني ممكن يبقى بقى اللي بيكلم عنه يا احمد انه عملية اختلار اللعبين رؤية اللعبين رؤية الكورة بشكل عام بتاعت الزمالك في الفترة اللي جاية يكون هو موجود ومتعاخد نانت زمالك لا انا مش معهم لا مش معهم طبعا ده بالعكس ده ناخده من فترة يناير لغات الفترة الصيفية فترة معايشة الي هو يعرف الاجواء عملت ازاي يعرف ان انت عايز ايه ادلوا الفترة دي كل ما مساح دي كل ما كده هتغلب يا كالفروض ما عنديش تيم قوي اصلا كده كده هتغلب ما عنديش تيم قوي ما عنديش البديل يعني مثلا زيزو تصاب فيه بديل في الموسط booty ما عنديش بديل اعواد و معنديش بديل اي لعب الوانش ما عنديش بديل اي لعب في المركز فتوح ما عنديش بديل ما قده بدل فالفترة دي فترة معايشة الي كويس منها يتفرج عالاللعبه ويتقيهمها ومنها يتفرج على اللعبها اللي يبين على قص ods اللي هو عايز تريهم ومن يتفرج على قطاع لاني شي فانا اكاذبان في كل حوال كاذبان اجيب فترة المعايشة دي مثلا زي سابين مثلا مدرب التالت فينات زياني بيعمل ايه؟ بروس ايما طبع انا اجيبك اعمل حاجة تفضل كده بعد اذنك الفرقة ايه قدامك 4-5 شهور قيمها والفرقة اللي بتلعب قصادنا ايه شوف انت عايز تلعب ايه؟ واحنا نجيبولك عينينا واحنا سابين لك الدنيا برحتك 6 شهور دولت انا اتكاسب ايه؟ طفق يا احمد في النقطة دي؟ اه انا شايف ان لازم يجي هو اللي يشوف خصوصا ان انت عامنا كمان 50 يوم دوري واقف هيقدر يعمل فترة اعداد لو عايز يتفرج على اللعيبة اه بس اللعيبة المنتخب مش هيبه يكونوا موجودين معا لاحبة المنتخب خلاص هتبقى في المنتخب هو هيجي يلعبوا يعني هم مش هيستنى يقيموا بزبط لعيب دولي لكن بقيت اللعيبة اللي موجودة هو هيبحتاج يشوف يعني مش طبيعي ان انا مس هنزيزه جاي من المنتخب هقوله انا مش عايزه يعني برا اللوجيك وحتى لو هو قال كده لا الادارة ولا جمهور ولا اي حد هيوافق فهو الطبيعي عنده خمسين يوم لو لو كل حاجة جاهزة عنده خمسين يوم يعرف يتبع الفرقة يعرف يلعب موتشاط ودية يعرف عنده وقت كفاية انه يتفرج على الفرقة اللي هو هيلاعبها فيعرف يزاكرها يعرف يلعب قصادها ازاي لو في لعيب عايزه فيعرف يتبعوا الوقات اخر السيزون انشان يختاره لأ عنده واجهة نظر ويعيش وفي واجهة نظر تاني مع تكملات الكلام المرغاني طبعا انا عايزه يجي بمخطط احمال ومدرب حراس ومحل الأداء يجي بهم ده كلهم وابتدى غير دي نصيحة لهم يعني لازم مدرب مع كابتن معتم التقيل بحجم بقصام من عبيه بحجم عب حليم عالي بحجم طارق السيد واحمل مجد يستفد منه مفتاع المنشين وعا منصف لانه عنده قطاع مرضو جامد قطاع قوي يعني لما عزنا مرغاني وعبد الرؤوف كنت انا موجود ساعاتها ومغاني موجود لما عزتهم لقيته لما عزت حسام عم الجيد لقيته لما عزت سيد نمار لقيته لما عزت اللعبة الصغيرة لقيتها فانت كمان محتاج تدعم من تحت جامل انا رأيي كده للتين دول ينزلوا ناشئين يقووني تحت وطلع الناس التقيلة برضو في الفترة دي مع مدارب الأجدابي زي طارق السيدة بحليم عالي والسلم اللي بيه زم انت عايز اختار زمان انت عايز طيب هتحول لبطولة السوبر المصري رأيكم في نظام البطولة الجديدة يا أساني لا والله تكبير لا بنيس على السوبر المصري لا والله عزيم مارغاني ازاي والله يا بص يعني انا شايف ان احنا بنعاني من الجدول المزدحم ايوه فكان مطش واحد ننجزه بنخلص يعني او بطل الدوري وبطل الكس وشكرا النظام البطولة طب معمول بالشكل ده تفتكر ليه رعاية هو حلو كل حاجة بس ده معناه انت مش هتعرف تجيب رعاية غير بالمطشط لا الحجة تبقى حلوة الحجة في تأجيل المباراة تبقى حلوة دهاش دعا ما تدخلهاش في النقطة تقصدك يعني هو المقولين عنده مشكلة في ان هو تأجيل المباراة ولا الاسماعيلي ولا السرمينشا ده المقولين الاسماعيلي دول اهم الفرق ايما اللي في نفسه على الهبوط كده كده الدور هيوقف يعني كده كده ما الدور هيوقف خلاص انت نتكلم الاسبوع ده بداية من بكرة هو عندك الجونة ومبي بلدية المحلة والبنك الاسهم الاتحاد وفاركو زيد والداخلية سموها وطلع الجيش بص انا بالنسبة لي يعني ممكن اخدها في شكل تاني برضو ان انت انت عايزت تتطور فبتشوف النموذج المتطور وبتحاول تعمل زيه قول لي مين دوري متطور بيعمل النظام ده لو الزمالك موجود كنت هتقول نفسك نفسك كلا هي 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 اصلا بلهاش علاقة بزمالك ولا بأهلي ولا بأي حاجة كده كده النادي الاهلي هو اقوى مرشح في الاربعة انه ياخدوا البطولة جماهريا جماهريا كمان جماهريا تاريخ جماهير هناك واحضور انا كمان قصدي يعني اقول لك على حاجة ده ان هم يلعبوا هناك احسن النادي الاهلي من هنا يعني هناك يروح هناك مفيش مش هيحصل الكلام بعدين عدد الجماهير كمان بالزبط بعدين الدنيا هناك مفتوحة عدد الجماهير يقدر يخش عدد براحتك هنا انت برضو مقيد خمس خمس تلاف والله عشر تلاف ايا وهنا ساعات الجواب بساعة مبيروحوش هناك هيروحوا هناك عارفين الاجواء هناك هنا في جمهير ماتشاط محددتاشر جواه ساعة وتاني يوم برضو نفس الكلام ماتش انه الزمالك طب البطولة تأثرت بعد موجود الزمالك أوه على فرق شعبية نادي الزمالك قوية جدا معروفة يعني مش عشان ازم الكيوي والله العظيم شعبية الاهله قوية جدا شعبية الاهله قوية جدا هذا الشعبية مهمة جدا انت عاوت في حاجة زي كده يعني يعني ده شعبية قوية جدا على فكرة منافسة برا اكم من هنا خلي بالك في الخليج من اهل وزمالك قوتين كبار اوي الرابط انك تهيل اوي يعني الي اتعاون مع الرابط بتاعت النادي الزمالك نا طوال اوي بصراحة اوي وبيحبوا نادي بجد بقى اوي اوي هم من بعيد كمان يعني اه فبيحبوا نادي من بعيد طيب انتخب مصر طيب حد اطلع على القائمة الخاصة بيه بالمنتخب كمان 55 لعب هيتم تخلصها الـ 27 وجود لاعب زي عبدالله السعيد وجود لعيبة موجودة ممكن تبقى اسمائها موجودة لكن مع القائمة النهية ممكن ما لقاش موجودة تفتكروا عبدالله السعيد مثلا واحد من اللعيبة هل ممكن يحتاجهم فيتوريا فيتم الاستعانة بيه بالرغم ان هو قالك لا انا فيه لعيبة الاعمار الكبيرة مش اخدها بص بالنسبة لي موضوع عبدالله السعيد بزيار مختلف عن اي لعيب تاني ممكن يكون في القائمة ليه انهو لعيب كبير سواء اداءا ومقاما واسنا وكمان كان اعلن اعتزاله اللعب الدولي فمعنى ان انا هتطف في القائمة معنى كده ان اكيد حصل تليفون ما بيني وقبين عبدالله مش هجيبه وحط لعيب بقيمة عبدالله في القائمة في الاخر اقول له مع السلام انا مش هعيز صح ليه لانهو قريدي اصلا قال ان انا مش هعيز العبدالله صح فطالما حطيت اسمه في القائمة المبدئية محدث مكالمة تليفونية مالهاش حل غير مالهاش حل تاني لان لو حصل عكس كده اكتر واحد يزال عبدالله هطلع يعني ممكن يطلع انا قريدي مش مع انا اقول له ان انا مش موجود مش هعيز العبدالله بتحط اسمي ليه انت عايز تحرجني يعني لو تحط اسمي وتشلني فبنسبة كبيرة عبدالله السعيد ممكن يكون موجود في القائمة حطوش واحد زي الشكباله ليه فاعل بالرغم الاداء اللي بيعمله في الفترة لفاتس معنا زي ما انت ليه السعيد كله مدرب وليه طريقته ولجه تنظره انت انا وانا اعجب كده اه الشكباله لازم يروح انت عندك خلافة ان الشكباله مروحش انت نفسك لو على نفس المنطقة عبدالله لأ او الشكباله يروح هو ده كان ما سواجه يتنظره قالك عبدالله اجهز عبدالله هو خبرات عنه عبدالله شوفتونا بعيني في الملعب عبدالله ملقيتش رقم 10 ولا رقم 8 زي يعني كلام كديد عبدالله كمان بيقدر يعني وصد نالزمهات 320 دقيقة شكباله بقلو فترة كبيرة ملعبش اصلا 90 دقيقة فممكن دي اللي تكون الرجاح حتكفت عبدالله صحيح وجود عبدالله في المنتخب برضو فترة كبيرة معهم برضو الاندماج معهم هو يعني طيب فرص منتخبنا في البطولة دي يا أسامة أحمد يعني هنتكلم الأدوار قولة موزنبيق غانا رأس الأخضر الحصوص يعني أول تاريخ بيقول غانا ومصر أو مصر غانا يعني لكن ما بعد كده انت عندك منتخبات قوية الحقيقة تقبلها سواء منتخب كودفار صاحب الأرض نغريب بس موضوع حزوز الموضوع حالة اللعيبة اللي معك يعني فيه أجيال كده بتسلم أجيال الأجيال اللي معك دلوقتي لأ جيل جامد وجيل صغير ولأخد بالك هل بنعرف نتعامل مع البطولات المجمعة كمان أه خلي بالك فيه لعيبة من ضمنها مثلا فتوح ده فتوح لما يكون في المعسكر معسكر مغلق تلاقي نجم وصبر يعني اللي يبقى الحكيم زي ما مغانا قال فرق كبير اللي لما بتفتح بقى الدنيا وبقاش فيه معسكر بتحس فيه صهر شوية فيه تغير شوية فيه خروج مع صحاب كتير لأ دولات المجمعة للمنتخبات مع جيل الجيل ده وجيل بيسلم جيل وجيل فنان كويس والأعمار السنية كويسة ومشيب بخطوة كويسة خلي بالك دي ممكن يعني تفيدنا فترة الجاي وخصصة في البطولة دي معناها بطولة صعبة جدا 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 هايز اقول لك انا اتفرجت على كود فور كده اتفرجت طبعا السناغال والمغرب طبعا ومفاضة تاني لكن كود فور لو تفتكر البطولة اللي فاتت كت عاملة ازاي بقت اجمد يعني بقت اجمد طب احمد رأي برضو منتخبنا البطولة دي والله هي بطولة صعبة اكيد يعني ما عنديش قلق قوي من من الادوار الاولى اللي هي التمهيدية دي اللي في الاول ولكن بعد كده المشوار هيبقى صعب مش ساعد ولكن احنا في البطولة الاخيرة مسلا نوصلنا نهائي بصابت وصلنا بعد حاجة وصلنا اقوى فاريق افريقي او اقوى منتخب افريقي اللي هو السناغال وعمال وصله جيم محترم في ظل ان انت برضو انت لأ انت احنا اقلم من المنتخب السناغال يعني في فرق في المستويات وفي المحترق في حاجات كتير اول ما بينك وما بينهم ولكن قدرت تعمل جيم كويس ام لو المنتخب كان بركز وقافل على نفسه زي البطولة اللي فاتت لا اعتقد ان احنا ممكن نوصل فائد تكسب البطولة دي بقى على حسب حالتك وحسب الفرقة اللي عادينا لو انت موفق ممكن طيب قبل ما اروح لفاقة نومبر وان رأيكم وانتو اتنين زمان كوية على حصولي نادي الاهلي على مركز التالت في كاس العالم بص رو يعني انا قلت صريحه بكده الناس كلها زي عالة مين هو خد ثلاث عالم له كده من بطولة ست فرق مش ثلاث عالم بس يعني اللفظ يطلع صح في بطولة من ست فرق ده تلع منهم من ثلاث طب البطولة دي كان قوية لا مش قوية طب الفرق اللي فيها قوية لا مش قوية زي مش قوية طب الفريق برازيلي المركز السابع في الدوري لعب اتنين وعشرين مارس ما اقول لكم لما اخذ البطولة ما انت مشكلت بطولة اسمعني بس حساب له انه اخذ كاس العالم عند دي ولا اخذ بطولة عادية كده ما انا هكمل كلامي هقول لك ليه بعد كده رجعت للسيتي تمامي حضرتك انا دلوقتي كسبت فريل ياباني فريل ياباني في الدوري في الدوري عندهم السابع السابع بفرق عن الاول ما خلص يا فروق طيب بفرق بفرق ما اقول لك هو بس اقول لك قوية البطولة في ايه طيب مش ده اخذ دوري لأبطال اسيا وتغلب على الهلال انت سألتني انا دي بالنسبالي اللي بقى اللي غريبة الفرقة دي ازاي خلط بطال اسيا وازاي كذبة الهلال انت سألتني فانا عايز اجاوب ممكن الفرقة اجاوب انا بخليك فانا بس عشان وقت ما انا سريع عنواني البطولة بالحسابات اكتر فريق داخل فيها جوان واكتر فريق اتعرض لها زي من النادي الاهل رغم الميزانية العالية من الارو نص اللي حاجة خلص يا فروق في البطولة دي بطولة عمتن يعني طيب عشان ما لا اتكلم في البطولة دي اتكلم في البطولة دي تسعة مرات يعني تسعة مرات يعني مكتوب عليها يتغير كل الماتشاط دي واخروا الهدف دي مكتوب عليها خلاص يعني متعرضين بكده خلاص حاجة التانية الفرق بينه في الدوري الياباني الفرق 22 بنت بينهم بالأول والفرق البرازيلي اللي هم خادهم كافأة شهر ما عاش الفرق بينهم والدوري 17 بنت فإذن البطولة ضعيفة جدا وكيمة التسويق تعالي لنادي الاهلي اعلى وكيمة الجمهيرية اعلى لأ النادي الاهلي محققاش اللي هو عايزه في البطولة دي هو كده كده بيخل ثالث محققاش اللي هو عايزه ده رأيي والله مش كذلك من كاو ده رأيينا النشاستة الستي طيب وحصله على البطولة دي برضو يعني حقق اللي هو عايزه وكده كده 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 عبل ما بروح صحيح وضوع سهل يعني كدت نحب لا أنا شايف ونحتر بوجه تنظرك النادي الاهلي البطولة دي فرط في مداليا أحسن يعني صعب السيتي السيتي لا فريق يعني ده كسب بالفرقة بتاعت البروزيل دي أربعة مستريح يعني بهدوء وبالراحة لا طبعا فريق كبير يعني ده معدل الجاري بتاع السيتي في المطش ده المتحسب ما حدش يجيلي أربعة كيلو على بعض أسهل ما يمكن فلا الأهلي كان مفروض بالإمكانيات اللي عنده بكل حاجة الدنيا كان متمهدال أو متسهلال فرت هو في المطش في المطش طبعا طبعا بس خلي بالك برضو الفرقة مش عارف اسمها صعب بصراع فرقة كويسة جدا تخيل الفرقة دي بتنقل كورة ع السيتي السيتي اللي هو أصلا كورة بتتطيع منه خمس ست سواني بيكور براجع على الكورة بس لو اللعيبة التخانة عندهم شوية كده خس والدنيا جبتها معدل أعمار وإلا أنا استغربته حسيت أنهم بلعبوا كورة شوارع أكتر من هي كورة بس إلا أنا استغربته إن في ما تشوفهم قصاد النادي الأهلي إن الشرط التاني هم وقفين بدنيا على رجلهم والنادي الأهلي هو اللي وقع بدنيا أعف لي؟ ليه؟ عشان الفرحة الزيادة اللي عمله النادي الأهلي المفروض بعد المطش بفرح وقط اللبس ومضوع انتهى لأ أم فرح لغات تاني يوم بس بالنسبة لي برضو الوقع على البدنية دي مش مبررة البدنية مش شرطة على بدنيا بالموجود اللي عملته أنا وقتي ذهنيا تأثر عليها بدنيا ممكن لو كان جول جيه يا أحمد أسامة بتاع مثلا كهرباء في شروط الأول أو بيرستاو أنش بتكلم على فرص كان أصلا الفرحة دي كتوئت لكن طبعا أنت بتكلم صح لو بتكلم على بدنيا ما ينفعش اللعيب أصلا لأن هم كانوا بينيلو الكورة هم بتاعب الكورة هم يعني المفروض يلنادي الأهلي يعملو عشان يتاعب الفرحة هم عنده لعيبة يعني فيه لعيب الفرص جد؟ لا ده فيه لعيب السيردبان بتاعهم جد؟ هم فليب هم هتصرف له شهر معاش ده هتصرف له شهر معاش ده هتصرف له شهر معاش ده طلع كورة من بيرستاو الشروط الأول خطير طيب أخوتكو نمبر ون مع بعض رأيوكو طبعا أحمد رأيو وانت قلت رأيك وأسامة دايما رأيك انت ايه في حاجة شن فنزل نعم شن فنزل نعم طيب أفضل عفل زمائك في المبارات الأخيرة من وجهة نظاركم زيزو ولا عبدالشافي ولا عواد عواد زيزو زيزو لعب تتمنى حصوله على فرصة معنات زمالك أكبر من كده سامسون ولا ناصر منسي ولا من وجهة نظاركم اللاعب تاني سام نعم ناصر طبعا كل لعبة المحترفة اللي عندنا في النادي ناصر مين مين مش شايف لعب مش شايف لعب مظلوق لازم لازم مش غيره مش كد مش لاقي لعب مظلوق انا شايف اي لعب اي لعب اي لعب من ناشئين طيب مش لعب تتمنى انضمام ونات زمالك في فتح القيد حالة فتح القيد يعني عمر كمال مابلول ومحمود صبر عمر كمال عمر كمال عمر كمال لعب محافظة على نجوميته معنات زمالك عبو جابل باسم مورسي الشناوي احمد الشناوي التلاتة التلاتة فراته تلاتة وابون بالعشر افضل مدرب زمالك في السنوات الأخيرة جروس فريرا كارت الرو جروس جروس اه افضل لعب وسط في تاريخ الزمالك كابتن تامر عبد الحميد كابتن اسماعيل يوسف كابتن طارق حاب اوه الاعلام كابتن اسماعيل طبعا كابتن اسماعيل ممكن يديني ثانية ماذا كان فادي معلش كابتن اسماعيل طبعا وزعلام من الإقدارة في الموضوع كابتن اسماعيل ما عليش دول رموز وناس كبيرة وكيمة كبيرة ما ينفحش تعمل معهم كده وخصوصا انهم كمان يعرفوا يشتغلوا في القناة وعرفوا يشتغلوا في الملعب فانا هزعلان منه في الموضوع ده بصراحة افضل محترف الزمالك منذ اللي هيجوا قدامكم امانويل امانيكي بن شارقي فرجان الساسي من شارقي لا امانويل يا راجل تنفرج مش كل واحد اللي هو جتنظروا ماشي خلاص انا مو افعل بص الراجل امانويل ده هي يا جال عايز امانويل جي مع جيل تقيل طيب لا بس امانويل بان شارقي ما جاش مع جيل تقيل لا يت كويس طبعا بان شارقي وساسي الناب كويس الااجيال بتفرف حروق امانويل كل واحد فيهم نجم انا بالنسبة لي برضو امانويل بعد ما خرجنا عمك كان واجهة مشرفة لك برشلونة 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 بس هو عشان البدلة بس النهاردة رايول له عايزة دورت يا سيابا ايب يا روحة بشكل لي جدا بسعد بالقاك وحبيبي مرغاني دورت يا حبا ربنا خليك انا مرسوط دايما لو اكون معاك وكانت مسمى من الاوائي المثل اللي خانوا احتضانوني في الفريق الاول هو اللاعبات كبيرة بصراحة كلها طالع نجم مرغاني من صغر بصراحة طيب بشكركم كبيرات ان شاء الله بس بذكركم انه مباراة كاس السوبر بكرة بداية من الساعة ثلاثة مودن فيوتشر هيلعب بيراميد ثم مباراة الاهلي وسيراميكا كروباترا دي في الدور قبل النهائي بالنسبة للفريقتين نعيبا مباراة شاوت من الفين وثلاثة وخمسة معرضين ان يمشوا ويجرب نادة الزمالي برسالة عزك لمجلس دولتنا الزمالي طيب شكرك عسيمة شكركوا ان شاء الله هنكون معكم بكرة تحليل اللقاء دي بامر الناس بارخي